اهلا وسهلا بك بتأملنا هاليوم تحية عراقية طيبة إلك وسلام المسيح معاكم جميعا هاليوم نريد أن نتأمل عن الخوف ودور الخوف والسيطرة اللي بيسيطرها الخوف على حياتنا رح نقرأ كم آية من سفر القضاة في الأحد القديم بالكتاب المقدس الصحاح السابع والعدد الثاني وقال الرب لجدعون أن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيديهم لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني والآن نادي في أذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعات فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألف وبقى عشر تالاف متكلم عن حرب في كمية كبيرة والله بيقول لا الكمية أكثر من لازم واني ما ردعت نمد على الكمية وسأل هل في من الخائفين في الحرب الخوف له كثير مهام سلبية بحياتنا هل تعلم أن الخوف هو أهم أداة لعدو الخير يستخدمها لكي ما يهزمك لكي ما يوقفك هل تعلم أن الخوف هو من يسيطر عليك فانك تتعامل وبتاخذ قرارات خاطعة بالسبب سيطرت الخوف على حياتك هل تعلم أن الخوف هو معدي من واحد يكون بخاف ويا مجموعة الخوف اللي موجود عنده بيعدي المجموعة اللي حواليه ولهذا السبب الله راد أن يطلع الخائفين من العساكر أو الجنود من أكو واحد بيخاف بيأثر بيعدي الجواب لكل هالأسيلا موجود في كلمة الرب الكتاب المقدس بيعلمنا لا تخف بالكتاب المقدس موجود تقريبا 365 مرة انذكرت كلمة لا تخف يعني الله يريد يقول إلي وإلك بمدار السنة في 365 يوم كل يوم بيقول لك لا تخاف لا تخاف من الظروف اللي حولك لا تخاف من الأشياء اللي بتصير حولك لا تخاف كون فعلا متحرر من سلطان الخوف بحياتك وإذا عندك أي سلطة الخوف أو الخوف مسيطر على حياتك خليني نصلي هاليوم وإياك هالصلاة القصيرة يا بنا السماوي إحنا جايين بمخاوفنا أمامك ساعدنا أن نتحرر من الخوف نتحرر من قيود الخوف ونقدر فعلا نعيش حياتة مجد اسمك نأخذ قرارات الصحيحة بحياتنا اليومية باسم المسيح يسوع أصلي آمين آمين ربي باركك ولا تخاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة